طبعا الخير اعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الساحة والجمال ومتابعي برنامج شباب لايف النهاردة هنتكلم كما وعدناكم عن قضايا مجتمعية اتهم المجتمع وتهمين انا شخصيا وهنتكلم بها بكل صراحة وكل ارياحية هنتكلم عن ظاهرة ظاهرة عقوق الوالدين هل ظاهرة هل عقوق الوالدين ظاهرة اه ظاهرة موجودة اه موجودة بس للأسف موجودة ومسكوتة عنها مسكوتة عنها ليه لان الوالدين لاخر لحظات حياتهم وهم بيقدموا تضحية وبيحتووا الابناء لاخر درجات في حياتهم حتى لو هم عملوا مهما عملوا برضو بيحتوهم ومش عايزين يطلعوا اي حاجة تسيليهم انا مش عايز اقول مقدمة لاني مهما قلت مقدمة لعظمة الوالدين مش هتديهم حقهم انا هقول مقدمة اية قرآنية ربنا سبحانه تعالى قالها وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحة الزل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربنا سبحانه تعالى بيحسنا في جميع ايات قرآنية ان احنا نعملهم باحسان وبلطف المقدمة دي واضحة جدا اية قرآنية عظيمة جدا وبيقول لنا ربنا سبحانه تعالى الوالدين نضعهم تاج فوق روسنا النهاردة معنا اتسازق حنان اسماعيل الاعلامية الكبيرة المطالقة طبعا هنتكلم استاذ حنان عن ظاهرة عقوق الوالدين الاول بصبح عليك استاذ محمد كويدر الاعلامي اللي زي ما كل مرة بنوه بقول الاعلامي بقوة انت الله وشباب لايف بنقول صباح الصحة صباح الجمال من قناتنا وبيتنا قناة الصحة وجمال النهاردة ظاهرة بصراحة استاذ محمد هو اللي اختارها قال لي لازم نتكلم عن عقوق الوالدين وهي فعلا ظاهرة ظاهرة مؤرقانة كلنا ظاهرة على كل التواصل الاجتماعي باشكال مختلفة يعني بقتل احنا لقينا ظاهرة غريبة جدا بقتل الولد بيقت الامه بسهولة جدا الولد بيقت الابوه بسهولة جدا يا شوف ربنا بقول لك لا تقول لهم اوفن شوفي دلوقتي اللي بيحصل ايه يعني جرام قتل عنف بشكل بشع جدا طب احنا هادينا نقول لمشاهدين ومتابعين او استاذ محمد يعني البداية من ايه يعني 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 وايه السبب ايه السبب لهذه الظاهرة بالعنف دا يعني انا بقيت كلامك ان فعلا هي بدأت تظهر اوي الفترة دي انا بقول احنا ممكن نبقى بعدنا اوي عن عدد التخليد بعدنا اوي عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني احنا نمشي على كتاب ربنا سبحانه وتعالى والوصايا يعني تخيل انت سبب وجودك في الحياة انت بتزعله يعني عايز ايه اكتر من كده لا وغير سبب كمان وجوده في الحياة ان بدعوة واحدة منهم يعني يبقى كده يبقى كده يعني يبقى يوفق وربنا بينزل عليه التوفيق كله على مدى حياته ياما بيبقى كل حياته كلها في الضيوع زي ما بيقول شوف يا سيد احنا يعني احنا بنتعامل ربنا سبحانه وتعالى كريم وعظيم جدا انا اعمى بالله طب بر الوالدين يطل العمر ويوسع رزقك ويحفظك ويحفظ اولادك طب يطل الامر ازاي يعني انا هقول مثلا سيدنا موسى دعا على فرعون اربعين عام لم يستجب الله ليه ليه بعمل تخيل ان فرعون بار بامه يعني بر الوالدين يطل العمر حتى مع ال ال الوحيد اللي قال انا ربكم الاعلى فرعون ربنا طول في عمره لانه كان بار بامه شفتي ازاي دي نقطة النقطة التانية ينقطع عمل الانسان في الجنة الا من ثلاثة طبعا كلنا عارفينها ابن صالح يدعو لها تخيل حضرتك انتهت وانت في يوم الحساب او في الجنة ربنا يقولك سوف ارفعك درجة النهاردة الدرجة دي هتترفعها من ابنك الزرعة لانت زرعتها شفتي الجمال الولاد في الجيل الجديد ده يعني متسرعين مش متفهمين يعني قيمة الوالدين بجد فاحنا من هذا الممبر من شباب لايف من الصحة والجمال بنهمس في اذن كل شبابنا وولادنا مفوض نقول لهم ايه والله يا فندم هي قضية مجتمعية باحتة كلنا بقى مع بعض مؤسسات مجتمع بدني اعلان طبعا في البداية طبعا توعية تبدأ من المدرسة والجمعة والمؤتمرات ندوات ايفنتات ايا كان كله توعية توعية ممكن يكون برضو الجهل يعني عند بعض الاشخاص ما يعرفوش مثلا قيمة وقدر الوالدين يعني نقرب ليهم ونهمس في اذنهم زي ما حضيت قلتي ونفهمهم عظمة الوالدين ان كل حاجة في الدنيا سبحان الله بتهون الا زعلهم طبعا لو الا دعوة من دعواتهم كمان ده لو ام مثلا غضبت او اب غضب على ابنه او بنته ودعا دعوة ده بيقولك فيه بيبقى ابواب السماء كمان مفتوحة طبعا يعني احذروا لولادنا الكلام ده ولشبابنا احذروا من عقوق والديكم طبعا يعني نسمع كلامهم احنا احنا جيل الجديد متسرع زي ما بقول مشتت انا مش عارفة حاسة ان هم مش عارفين هم عايزين ايه يعني بالزبط احنا فلما احنا نجي نقول لهم لا امك ابوك خلي بالك اسمع ما بيسمعش ما بيسمعش ودي كارثة طبعا يعني انا كارثة والناتج عن هذه الكارثة المصائب والكوارث اللي احنا بنعيشة كل يوم على السوشيال ميديا وتواصل اجتماعي كل يوم تقريبا او كل ساعة بيحصل كوارث من الشباب في اهليهم حتى برضه عشان ننصف الموضوع يعني برضه فيه فيه الزواهر اللي هي الاعتداءات من الاب على الاولاد او 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 احنا بنخش في الحتة دي ولكن ولكن انا بقول فيه خلل خلل فاخلقنا الاجتماعي مهما يحدث من الوالدين تسامع الوطع نقول ايه ربنا سوحات علي بقول ايه بقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بيه ما ليس به علم فلا تطوعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفة شفت ربنا بقول ايه لو قالك اكفر بيه لا طب طب عليه وصاحبه بس ما تسمعش كلامه لكن اسمع كلامه في كل حاجة لازم نتحملهم ايا كان وكل الديانات كل الديانات بتحس على عدم عقوق الوالدين ما زعلهمش مهما يحصل يعني انا اقول لك حاجة انا بيصعب علي ان انا بعد ما هما كبروني وخلوني انسان محترم في الدولة وفي الاخر اضع والدي في دار مسنين دي قصة كبيرة بقى اقول لك حاجة انا انا مواطن مصري من شمال سينة وبفتخر ان انا مواطن مصري من شمال سينة سينة دي كلها مفيش فيها دار مسنين واحدة لا شمال ولا جنوب ولا وسط عارفة ليه؟ عندنا عادات في التقاليد عب اوي لما والدك تحط في دار مستحيل لما يجي يقول في السن انك تحط في دار مستحيل تعرفوا ان عندنا كبير السن بنسميه كبير زي الصعيد يا كبير كلمته تمشي على الكبير قبل الصغير وبعد المحافظات بيسموه سيدي كمان يعني اوه في عرف وفي عادات للناس الكبيرة بيقولك دي قعدة رجالة الكبير عندنا ممكن يقول انا كفلت فلان في عشرة مليون كلمة لو انت ماضي عقد ما واحد وعمل شهر عقري ممكن يبقى فيه بينكم لو كبير الكلمة الكلمة عادة كفلوا خلاص ليه كبير اول ما بيحصل مشكلة بينه وبين حد بقوله انت كبيرك مين اذا كبيرك هو اللي انت بتتحمى فيه ايه فما ينفعش ازعله ينفعش ارميه في دار مسنين ما ينفع ده مسنين ده كارثة انا بقولك الموضوع ده مرة واحد كتب على السوشال ميديا عايزي ما فيش كل بيوت سينة بيوت للكبرنا واهلين الامة تاج في قروسنا فبنتمنى ان نحن نعمل هنا في القاهرة مثلا زي والله مفيش انا باعتبرها تدخل موسوعة كلها مفيش دار مسنين كلنا بنرعيهم وبنحتويهم لانهم اكبرنا انا عايز اقول ايه ايه انا عايز اقول بس للناس الشباب اللي هنا مش شباب كمان يعني كون ان حد يدخل امه وابوه دار مسنين يعني حد كبير يعني حد مسئول يعني حد مسلا دنيا شغلته فمش فاضي مسلا يرعاهم فمدخلهم دار مسنين انا مابلش اعذر انا ممكن يعني مش عايز اقول اعذر في دار مسنين طبعا تحترم وفي انا بحترم يعني كل التأدير والاحترام للدولة ان هي عاملة دار مسنين على على قدر كبير جدا من الرعاية الكاملة المتكاملة والصحية شيء جميل جدا على فكرة بالعكس ده فيه تواصل وفيه اجتماعيات وفيه ودي منه وفيه راحة نفسية بس انا بقول اللي مالوش ابناء خالص طرمى ليه ابناء احتووا وارد ان يبقى فيه والدين مالهمش ابناء نحاول برضو بس عشان ندي حق الدارات للمسنين ان فعلا فيه بيبقى تواصل فيه ارشادات فيه خروج يعني حاجات طرفية بيعملها لهم فيه دورات طبية بيعدوا عليهم يعني بعملوا تشيك كامل عليهم صحيحا يعني فيه امام كامل من الدار هو عايز راحة وبيبقى مش شرط برضو ممكن تبقى علاقة الابناء بالولدين قوية جدا بس هو ايه انا عايز ارتاح ما يفعش ان احنا نعمل لكل طبعا انا بقولوا يا فنديم حتى لو هم كانوا في دارموسين اعايزي اخرطهم في المجتمع يبقى مثلا فيه زيارات ليهم يطلعوا رحلك برا نعمل لهم زي كده انا كنت لما كنت في التربية العاملة بتاعتي كنت بروحلهم والله واعد معهم وعيش معهم يوم قمة الروعة شوف انت هتاخد كم دعوة بقى لا فعلا دعواتهم صدقة وريبة على طول طبعا شيء عظيم جدا والله يعني احنا لو لبينا كل طلباتهم لو لبينا كل احتياطياتهم لان محدش هيخيف عليك ابدا غير امك وابوك محدش هيتمنلك انك تكون افضل منه احسن منه غير امك وابوك فلما تخيل بقى انت بتاعوك امك وابوك يعني دعوة منه بس او غضب بقولك غضب امي علي وفيه امسالة كتير جدا يعني موجودة على التواصل الاجتماعي غضب امي علي مخليني مفيش رزق مخليني في مشاكل معايا في حياتي فعقوق الولدين يعني احذروا يا جماعة من عدم طاعة الاب وطاعة الام وطاعة اهلنا انا اقول الحاجة يعني انا انا لا اصق في عاق الولدين لانه هو زعل سبب وجوده في الحياة فازاي هيبقى كويس مع زوجته اه مع ابنه او مع المجتمع ازاي يبقى صاحبي في الشغل انا مصاحبوش بعارف كمان يعني الاب والام نفسهم وانا هو بقى كام يعني واكيد حدريك توضح الحتة دي يعني انا كام انا انا ام اللي ما بعرف هذا عن من الولاد حتى لو دايقون يعني كمان انا بقولكو يا شباب يعني عقوق الوالدين انتو بتتخيلوا ان ان هما مش فاهمينكو لا احنا فاهمينكو كويس جدا انتو بتقولولهم انتو بجيل واحنا بجيل لا احنا بنحاول نقرب وجهة النظر بين الاجيال ولكن محدش هيخاف عليك اكتر من امك وابوك محدش هيتمنى ان انت تكون احسن منه غير امك وابوك خبرة وده علمتهم ونظرتهم بتبقى مختلفة خالص يعني انا والله افتكر انا مثلا والدي ووالدتي وبقولها قدام العالم كلها والله العظيم ثلاثة انا بابوس قدم والدي ووالدي ليه بقى على فكرة الحالك بتعمله لولادك يعني اللي بتعمله مع ابوك امك اكيد ولادك لنشفوك فقالول انت عملتها الجنة تحت اخدمه طبعا كلنا نقرب بس انا عايز اقول حاجة برضو مش والدك والدك بس كل كبار السن اعتبرهم والدك والدك ده حقيقي نحن بنقول في اي مواصلات في اي طريق في اي حاجة لو لقيت اي مساعدة تقدر تعملها لاي كبير سن اعتبروا والدك او اعتبرها والدتك انت بتتعدوا كأنها امك بزرد بتتعدوا كأنها ابوك تتخيل يعني عارف الجميل برضو استاذة ربنا سبحانه تعالى قالك بر الولدين لا ينخطع بعد الوفاة واحد يقول لك انا خلاص والدي والدتي توفوا خلاص ده ده بالعكس ده والدك والدتك محتاجينك اوي بعد الوفاة ليه لانه انقاطع العمل ربنا اقول لك انقاطع العمل طب ايه اللي موجود يا رب ابن صالح يدعو لك بيرفع تتعرف انه بيرفع درجة يعني ممكن يقرب على الفردوس الاعلى بسبب ابنك بسبب دعوة من ابن وليك ده بالعكس ده برك لصحاب والدك بر لولدك شو بتخيلها حتى في اية قرآنية يعني سبحان الله يعني اقول لك قصة سيدنا موسى وفي احاديث كتير اه الكنز لما الكنز قال ابن الصور ليه قالك كان ابوهما صالحا صلاح الاباء بيقعد للابناء فجماعة انت بتزرعوا زرعة كما تدين تدان اذا عايز ابنك يعملك كويس في كورك عامل ابوك كويس وامك احنا لو دخلنا على التواصل الاجتماعي كمان يعني بينقصوا معلومة او بينقصوا اي حاجة في عقوق الوالدين يعني لو دخلنا هلايه امثلة وما اكثرها طبعا يعني الولاد بس انا بقول هل دي اللي بيحصل في مجتمعنا اليومين دول وكلنا رفضينه بس مش عايزين نلقي الدوق عليه مش عارفة ليه بس احنا بنقول يا زهيرة موجودة مسكوت عنه ليه مسكوت يمكن مسكوت ليه علشان ما نفجرش المشكلة لكن احنا معترفين انها موجودة حكمة الوالدين ان هم بيتحملهم لأقصر درجة ده حقيق احنا عايزين يعني دور توعية جمدة جدا الاعلام يا فندي اعلام طبعا طبعا دور الاعلام مهم جدا نقوي الاعلاقة الوطيدة بينه ونقوي يعني خيره يعني حتى لو فيه مثلا سوء تفاهم بين الايب نقربه جدا لا خيره فيه كثير من نجوهكم الا من امره بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس اذا كان ابنك او ابوك جارك يتدخل واصلح شيء جميل جدا ان احنا نعيش في مجتمع هادي طبعا فيه دعو جميلة عالصبح اه هي دي انا عايز اقول دي فاني حبيقول صباح الخير مثلا انت بتبص ايد امك بتبص بمدرسة ابوك يعني ليه عشان ربنا اوفقك اللي ابتسامة بس في وشه انه بيقولك روح يا ابني ربنا يوفقك روح ربنا يكرمك ويبعد عنك اي اي دعوة من ام او اب تخيلوا كيف هذه الدعوة مفتاح الفرد طبعا اه والله ومش هيكون ليه خير في زوجتك ولا ابنك طالما انت مزاع على والدتك انا بقول رسالة من خلال شباب لايف اللي بيناش القضايا القوية جدا انا والستاذ حنان بنوجه لحضراتك ورسالة كل واحد مزاع على الوالد والديته دلوقتي حالا تصالحه وتبوس على رأسه وتبوس على ايده وتقول لي سامحني لو صعب انك تروح له او انت بعيد عنه لا مكلمة تتكلم شباب لايف لازم احنا شباب لايف يتناول مشكلات مجتمعية بحتة مشكلات فعليا بتحصل احنا مش بنافور فيها احنا مش بنلقي الدوق عليها من ناحية السلبية ولكن لازم يكون فيه ايجابي لازم يعني احنا قريدي احنا عارفين المشكلة بس نقاومها ازاي نعالجها ازاي نحلها ازاي نتعامل معها ازاي طب احنا النهاردة عقوق الولد عنوان رائع وانا بشكرك بجد يا استاذ محمد لان حضرتك اللي اخترت العنوان الله خليك يا استاذ يعني احنا كنا نتكلم بحاجة تانية بس استاذ محمد قال لي لا موضوع عقوق الولد شباب لايف لازم يتكلم بكل القضايا وبكل اريحية صدقوني بكلمة صغيرة ممكن تكسبهم ممكن يبازع السنين لو انت روحت له دلوقتي حالا احنا معانا مكلمة تليفونية احنا مش عارفة معانا مكلمة تليفونية نقول الو منا من الجيزة السلام عليكم بجد بجد اشكركم على البرنامج بصراحة برنامج رائع وحياة ربنا لان بتتكلموا في موضوع مهم المفروض ان كل كل ولادنا وكل الشباب يقدروا اهليهم شباب بنات يقدروا اهليهم لان دي اهم حاجة في المجتمع ان احنا نحترم الاهل جدا كويس جدا برنامج كويس جدا بصراحة وحبيت اعمل مداخلة مع حضراتكو عشان اشكركم نورتينا يا فندي اشكرك اشكرك يا استاذة منا انا اسألك سؤال اخبار ابناك ايه معاك يا استاذة الحمد لله انا بصراحة ما عندش ابناء بس انا اختي توفت وبببت عيالها بببت عيال اختي والحمد لله وببر والديك ربنا يحفظك وكل يوم رح اشوف طلباتها جب لها كل اللي هي عايزات رابو عليك واولاد اختك هم اولادك طبعا منا طبعا لا انا رباتهم الحمد لله اختي تابتهم الله يرحمة تابتهم صغيرين وانا رباتهم والحمد لله يعني تفضل من الله علي حبيبتي ربنا يا رب يحفظهم لك ويخليك ليهم ويا رب يكون بشكرك على تليفونكم ودخلتك الجميلة لنا يا رب يكون منا يعني مثال لنا كلنا طبعا يعني بغض النظر ان عندها اولاد او ما عندهاش فهي ربت اولاد اختها فده يبقى ايه بقى طواب الموضوع ده ايه انا بشكر الاستاذ جدا ان هي فتحت باب تاني بر اتشوفي بر الوالدين الام مش هيه اللي جاء اللي خلفت برضه الام اللي ربت لحقيقة يعني ممكن يبقى عمتك وخالتك وجارتك احتويتك وربتك لحد ما بيت راجل اعتبرها امك واستحملت فعلا ام يا ربت واستحملت واعملها كويس جدا وسهرت ودعت لك وانت عيان او انت عيانة يعني سهرت عليك ده يمكن البيت كله ممكن ينام امك متنامش لا حقيقة والله يعني ايه ما حالك ممكن تتكلم في ناحية الاب بقى انا اتكلم بقى في الام بقى خش بقى لا والله يا جماعة هي مشاكلنا المجتمعية ما نبصش للسلبيات نبص الايجابيات اللي فيها لو لقينا اي حاجة بتمثل الاب والام لا احنا تحت رجليهم طبعا زي ما يعني بنتمنى كده التوفيق في حياتنا هي دعوة من امك بس دعوة من ابوك فانت لازم ترضيهم في كل حاجة الا الشركة بس طبعا وكل الديانات ما مفيش ديانة بتحص على عفوك الولدين طبعا طبعا والله مضوع جميل جدا واحنا يعني بنسعى لضم واحتواء مشاكل المجتمع يعني بشكل مجتمع دي لازم نتكلم فيها بكل اريحية في شباب الايج النهاردة يا جماعة لازم كلنا نشتغل كل واحد في حتته في الاعلام في المدرسة في الجامعة مؤسسة الدولة كلنا نشتغل من اجل الوالدين من اجل الوالدين من اجل يعني اخذ اخر كلمة من حضرتك اقول لازم صفاتنا الاخلاقية الدينية لازم تبقى غالبة علينا يعني لازم كل الاخلاق ومميزاتنا الاخلاقية الدينية نركض عليها النهاردة تكلمنا في حقوق الوالدين انتظرونا في مشاكل مجتمعية بحثة معانا ونتناولها مع بعض وتحياتي ليكم بشكرك يا سيد محمد للقاء الرائع أشكرك جدا وأشكر السادة المشاهدين تحياتي ليكم وانتظرونا في قضايا أخرى مهمة جدا وشباب لايب السلام عليكم اشتركوا في القناة